تعالوا شوف مع حضراتكم دولاتي جزء من اللقاء اللي تم إجراءه بالأمس مع بيتسو موسيماني بعد انتهاء المباراة هو الساحر الجديد مستر بيتسو موسيماني مستر بيتسو برحب بك على شاشة التقناة النادي الأهلي وبقول لك مبروك مبروك على تعبك على مجهودك على الشغل الكبير جداً للأنت عامله مفريق النادي الأهلي أول مدير فني في تاريخ النادي الأهلي يحقق أربع انتصارات فيه متتالية فيه الدور نصف النهائي الوداد زهاباً واياباً والتراجي زهاباً واياباً شكراً ماذا يمكنني أن أقول؟ شكراً للمشاهدة التي قلتها الحمد لله لدينا جيداً لنا المشاهدة في حولنا المشاهدين يستطيعون جيداً للمشاهدة ونحن نأخذ الممكن حياتك أشكرك على كلامك جميل ما عافش ممكن أقول إيه بقول الحمد لله لدينا فرصة للعيب استجابة الكلام ونفس الكلام كان لدينا فرصة كويسة أن نحن نحقق النتيجة الحقيقة قلت عليها الزهاب وعبده بيستر بيتسو تعاملت بمنتال احترافية مع فريق التراجي في مباراة الزهاب وسط ضغوط قدرت أتحقق الانتصار نسيت المباراة الأولى جهزت اللعبين للمباراة الثانية النهاردة بتحقق الانتصار بثلاثة أهداف حضر للعيب نحن نشي للعيب حتى الآن، ولكننا لم نقوم بإمكانك تراجع فرقة كبيرة مستر بيتسو موسيماني خلى الفريق النجم في ظل غيابات بنشوف اللعبة بتبقى بعيدة عن المشاركة أكرم توفيق بنشوفه في المباراتين حسين الشاحات النهاردة بيرجع لحاسة التهديف كهربا، حمد مجد قفشا بعد الغيابات، الأهل هو النجم جميع المشاركة في الأخلي لذلك يجب علينا أن نظر على المشاركة على المشاركة، على المشاركة وأنا أعتقد أن كل المشاركة، إذا تحصل على المشاركة، يجب أن تستخدمها أكرم توفيق لحاسة، يحتاجها، يستخدمها، الشرف庭 لم يكن بإمكانه لا كنتك مستوى 而 أنا لا يستطيع القيامة نستطيع تفعل ن夕 وإننا نجد من أن نجد ما في النهاية في هذا الوقت ومن المستوى بأستثناء ولكننا نجد مسعوداتنا بأسنا لا نستطيع التفاعل فكل لعيبة مؤسسة بالنسبة للفريق إحنا الجيل ده ماش جيل كبير زي جيل أبو تريكا وواء الجمعة وبركات وأنا مش مرسل مش ملايب كبير زي مانو الجوزي بس نازم نصبر إحنا ما عنداش لعيبة اللي هي النجوم زي لعيبة الجيل ده بس نازم نصبر بطل من جماهير تصبر لأن اللي حمنادي كل علينا على قدر إمكانيات في الفترة حالية بس يسه قدامنا يسه شوية حياة كتير نعملها لسه موصلناش للمستوى اللي احنا متوقعين من الفاني عايزين نقول له انت بقيت عند جماهير الناد الاهلي مانويل جوزي جماهير الناد الاهلي بتصف في مستر بيتسو موسيماني وأعتقد أول تصريح ليك لما جيت توليت القيادة الفنية الناد الاهلي انت بتوفو بوعدك لجماهير الناد الاهلي نعملها لذلك لدينا الفاني جزي نعملها لذا يمكننا أن نعطي لذلك الثالثة لألي سأكون جميعا لذلك فسننا نحب أن نساعدها للجميع لكننا يجب ان نراءنا بشكل رمض نحن أننا لم تعد أشياء political justice نحن استطاع فقط لتحضبها و سأرى أن نزل ذلك و esperتاعدا أنه سيجلس . إن كان ركيس فيه وإنها أقدام من فتاعة ونحن استفادنا تحصلا وقد كنت تحصل على أصل وقال نحن أن نجد لم تطوئ تحصل ألية لأنه الأرض مستمر منش حاجة ليس ما حقنش حاجة في البطولة. طيب يعني دايماً موسماني لو حنعلق سريعاً كده على التصريحات أو يعني دايماً وجهات نظره في أي مباراة اعتقد بتبقى أكتر من محترمة لأنه دايماً بيركز على يعني أكيد الإيجابيات بس بحب يركز زايماً على السلبيات. هو قال حاجات مهمة جداً لما تكلم عن اللعيبة كمان هو بجد مبارح احنا وأنا يعني أنا بدوم صوتي فعلاً واعتقد كلنا لموسماني مبارح اللعيبة كان كل واحد بطل في الملعب. حي. مبارح شفنا لعبة حلوة جداً فردي وفي نفس الوقت حلوة جداً. ده غير قفشة طبعاً كان أكثر من رأي عميش وحنا قد نتكلم كتير هنحلل معها ضيفنا. لكن مبارح فعلاً اللعيبة كانوا أبطال. حاجة كانت جميلة بجد مبارح وأنا من الناس اللي عارفة تعتقد تتفرج لواء مبسوط وانت بتتفرج على الماتش. اه طبعاً لابطال كان أداء مميز جداً. كان نفسينا بس نروح بس. معلش مكروح ان شاء الله ربنا بقى يعكي وان شاء الله جبهي ترجعت مرة تانية اتنوّل وتزلزل كده مدرجات الاستاذ. وبرضو من ضمن القواسم المشتركة في معظم أحاديث إن ما كانش في كل أحاديث بيتسو موسماني. أياً كان الماتش خلص احنا علنا على اللي بعد. يعني